اشتركوا في القناة طريقة ديال باش كتخرج هاد القناة وكتبرز شي حويج وكتحط شي فيديوهات يعني في الوقت ديالها مناسب او غير مناسب كأنها مفتعلة ومؤترة بزاف دلناس كيتبعوها وكيبغيوا يشوفوها يعني من باب الفضول وكيلي كيتبعها وكيلي كيبغيها يعني هادي قناة محلولة اكيد الناس غديتبغي قناة من القنوات وكيلي اللي ما تيبغيهاش وانما منشي لان ما تيبغيوهاش ما تيشوفوهاش من باب الفضول كيشوفوها اليوم طلعت هاد القناة كتحضر في الملابس والاغراض ديالها وديال البيبي اللي غدي يجي الله يجيبه على خير احنا ما غديش نعيره لانا احنا غير منتاقيدين ما كتعجبناش واحد الحاجة من حقنا لانا ما كتعجبناش كتعجبنا من حقنا لانا كتعجبنا انا من الناس اللي ما عنديش شي حاجة خيبة انما ما كنبغيش نشوف بعض القنوات اللي مثلا كيبقوا يبينو شي حاجة للناس كاملين بنظرة وحدة علش حنا ما نكونوش مؤتنين يعني لجميع الاطراف الناس اللي عنده اللي ما عنداش زوين انا نبينو الناس ان احنا كنجمعوا الحقيبة ديالنا ديال الولادة نبدو بهذه اللي بيسة وهدي ولكن نقولو راحنا عندنا اللي بيسة اوكي الكي اللي عندو بش يشري كي اللي ما عندوش كي اللي كيتسنا يوصل لوقت الولادة يمكن كي يطلبو الناس حويجات من عند الناس ومشي عيب مشي عيب كي يطلبو حويجات مشي بش نقول انا شريت وانا شريت وانا شريت كيف ما قالت هاد القناة ديال اسماء بيوتي قالت انا شريت سهد الملابيس ودرت ولكن خصك تعرفي انك كتخطبي مشي في اوحدة من الناس ركي كتخطبي بزاف لفئات كني الناس اللي ما عندهمش كينا المرادة بلي حاملة ولدابة لدابة قربة تولد ولدابة وما جابعاش الحويج ربما كتسنا رزقها من عند الله ربما اعطاها معه في شي مره كتعرفة تعطيها حويجات ربما كتقول باللاتي شوية وعدا نكون تكون عندي شي حاجة ديال الفلوس ونمشي نشري الحويجات اللي خصني يعني شي حاجة قليلة ربما كتقول انا غادي ندير واحد دارت وغادي نشد دافت لوقيتها يعني كني نزاها بالناس علش ما تخرجيش ودقولي الناس ان ارى شريت ولكن يقدر الانسان يعني تعطيه انا شريت هادي ولكن يقدر الانسان يمشي شري هادي مجرد ما انتي كتقولي هاك وكتوري الناس في انت تمشي تشري وخصوصا للملابس ديالاطفال صغار غالية خصوصا تكوني على الاقل برتي واحد المجهود ومشي تيبحتي في اماكن اللي كتبع فيها بعض الملابس ديالاطفال وهي تأتمينة مناسبة او لا تشرحي لهاد الناس انه راه ماشي عيب الامشي تطلبتو ملابس من الاهلي ديالكم صحابكم اخوتكم جيرانكم يعني يكون هاد النوع من تفسير ديال الحويج اللي كتخرجوا بيهم اللي كتكمؤثرين باش النفسية ديال الناس تكون عارفة فين غتاجة وتكون مرتاحة ماشي واحد كيتفرج ويقول يا يعني انت يا درتي الفلوس درتيهم بهاد الناس درتي الفلوس بهاد الناس بهاد المتتبعين ما تبقيش تضغطي عليهم بعد الصور وبعد الفيديوهات وبعد العروض اللي كتعرضيها انك مشيتي شريتي وباي لانك شريتي من اماكن غالية اللي كتدرهم في الخاطر ديالهم للانسان منك يشوف هاد الشيتي يقول انا ما نقدرش نشري وهي عندها وكيلي تيقول سعداتها يعني انتي عندك من كل فن طرب من الاشخاص اللي كيتابعوك قلت لك انا مشي مشكل انك توري يعني وتوجدي قبل واحد الوقت بفترة كيلي كيوجد على شهرين بقى لي عادي ولدك اللي على شهر على حساب مزيان يعني صيبتي لكن نقطة اللي هي مزويناش هي هادي كأنك كتبهاي انا كنحس كل الفيديوهات ديالك انك انتي كتبهاي علاش لانك ما كتعطيش واحد نسبة هاك ونسبة هاك مثلا كتخرجي كتغداي كتقولي انا درت وانا شريت وانا تغديت وقصيرو اللي هنا مشي كل هالناس عند الفلوس باش غادي تمشي تخرج تقدموا واحد البلاسة او لا تمشي الواحد المطعم الناس اللي هما مؤثرين جيدين وما عندهم مش واحد النسبة ديال المتابعة ربما انه لانهم صادقين مع نفسهم انا غاين نقولك مثلا انا اليوم كان اهضر على اه جميع ديال الاغراض ديالك ديال الولادة النهار اللي درتي الحنة ديال السبعيين ما كتكونش بهاد الوبها وبهادي يعني اجو تشوفو نيراني دير النقافة او يعني حتى حتى الطريقة باش درتي نقافة ودرتي الحنة وعطيتي واحد 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 جهد كبير وقينة واحد النقطة انه ما عندكش الناس بزاف باش تديري هادك شي يعني كن كان عندك واحد الفئة ديال الناس كتيرة اللي هما معروضين وخدت درتي ذلك شي وفرحتي براسك ومزيال لك وتفرحي براسك لانه بحكم انك انتي ما درتيش العرس باشي كل مرة احنا غنطلعو نقفو عنا تلت شهور عنا سبع شهور عنا راهد شي ما كيدارش ما تبقاوش تبينو شي حاجة اللي هي كتحز عن نفس عند بعض الناس لان كتحبط الناس احنا راه محتاجين قنوات اللي كيبينو البساطة لكيبينو الناس الناس اللي راهي لا ما عندكمش هادي ديرو هادي ديري حنينيا نقشي مع راسك علاش نقافة علاش علاش نقافة وعلاش بزاف ديال الحويج وعلاش طوابل ديال الماكلة ومني درتي هاد الشي شنو غادي ديري في السبوع وللعلم كيف ما كاد قول انتي بين القوسين انا ممكن ما اشتينيش بدي ديال نفس الحركة اللي درتي بين القوسين هادي وبعد الكلمات المتقاطعة اللي كتدخل بالفرنسية لان الحين صرنا تتعلمو دخلين مدرسة كنتعلمو فيها بعض الكلمات اللي كنرشو بها العربية لان هي لغة الاسلام ولغة القرآن كنت سعروا منها باش كنبينو ان احنا طلعنا وان احنا ما بقى قد نقدد ولا سرق العواد وان احنا هاد الناس واللي نم ناس طبقة العالية اجيوا تشوفوا الناس ان نحنا يارا احنا كنعرفو نتكلمو تنعرفو نهضرو وكنعرفو نقولو الكلمات اللي هي بالفرنسية باش كتبيه للنزل نحنا را ما بقناش في ذاك المستوى اللي كنتو كتعرفو نبيه وهذا خطأ كبير اللي بقي ما منتابهينش اللي بعد المتتبعين ديالك انهم تشوفوك غير اشنو كتقولولهم وكتذربي لهم عال الكلام كتذربي عال الكلام انك بحل كتدهشريهم وهم حل ينفمو كتشوفو مع العلم ان منهم اللي كيبغي وكيف قلت في الاول ومنهم اللي كينتاقدوك لانما عندهم ما ما يديرو بك انهم ما يبغيوكش ولا يحقدو عليك الكلام اللي ينتاقدو فيه راه كلام لصالحك باش تراجعي شوية للقناة لا تمشي لك كيف ما طلعت صاروخية ممكن تنزل صاروخية وهالشي ما كنت من نوهش لك وانما بسط الامور وحاولي يدي الحنة يعني اني درتيها انما مرة اخرى ان شاء الله الى ربي رزقك فكك بخير ورزقك بدرية اخرى ان شاء الله بحول الله حاولي تمشي على قد الناس اللي طلعوك على قد الناس اللي عاونوك ما تمشيش توصلي للناس اللي انتي بغيت توصلي عندهم وربما دوك الناس اللي تتفرجش في هاد القناة البسيطة المبتدئة الناس تجار ديال المغريب راه ما تيديروش هاد الحالة هاد الحالة اللي طلعت وبغادت هاد القنوات طلع الغينة للفقراء اللي كيخليهم يقدروا يديرو اي حاجة باش يطلعو يوليو بحل اسماء بيوتي وبحل فلانة وبحل فلانة وبحل فلانة عن بلا ان الموضوع اليوم منطالع على اسماء بيوتي انا سنهضر على اسماء الناس تجار ما كيديروش هاد شي حتى الحالة السبعية ما تيديرو هاش كيخلطوها وكيمسدو بهاي ديها دي اللي كنا كان عارفو حنايا وكيجمعو الجيران وكيجمعو الحباب اللي موجود اللي قريب اللي ما غديش يشد علينا الطريق وغديمشي يكريل تكشيطة وغديمشي الكوفي ريسي يبشعرو ويمشي المولات الميك اوب ويدير الميك اوب لوجهو ويمشي ريشري الكادو ويلي بس نضالة ويهز لهم ديال الساك والتيليفون باش يجي يصور هادو ما كناش كنهزو لهم ومكان خلو مشي يهزو معنا لهم باش يجيو هاد شي شي كنديروه في السبوع حتى السبوع كنديروه بسيط ولا بغينا نفرحو براسنا ولي عنا مدرناش العرس ومدرناش ومجمعناش وهذا كان نحاولو نديرو ايه على حسب الموجود وما فيها عيب الانسان فرح براسه وانما باش انا نطلع من واحد طابقة اللي كونت طابقة ناز دو ما كان نرجعش نهضر عليها هالطابقة اللي كنت فيها انت خستك ترجعي تهضري فيها باش تحفزي الناس يخدموا ويجتهدوا من شيء ماشي من ولا شيء لانا يمكن ساعدك لحظ انت وطلعتي طلعتي ولكن خستك ترجعي لانده كل الناس بديت هضري معاهم مزيان انك طلعتي لقنات ديالك مزيان ولكن نرجعي بديت هضري معاهم لانك كسبتي بعد المشاهدين اللي هم متابعينك ولو ما غديش يتخلوا عليك ولكن واحد النهار غيجي غيعرفوك انك انتي انسح بتاعي لهم وطلعتي وغدي نرجع للطبقة اللي هي كبيرة اللي كتدير الحنة غير بالبساطة وكيديروا الماكلة غير عادية وكيديروا وغير في الدار وكيديروا شي حاجة بلديها مثلا الناس البساطة العاديين الناس اللي عندنو منية الفلوس كيبينو الناس اللي نحن رادرنا السبع ايام درنا مثلا غير عشية فيها شوية هكا ما فيهاش الماكلة او مثلا سالينا وحطينا درنا الحنب البرقوق ودرنا تجاج اللي عندنا واحد العدد من الأبعت ديال الناس وكيكون نوع ديال الحاضرين اللي كيجيوا عندنا من عائلة دراجل اللي عائلة ديال ليشوية شوية ومن العائلة اللي هي كنا اعتبر هات أصدقاء وجيران بحل عائلة ديالنا يعني كنا نحسبوهم العائلة التانية اللي هي غير العائلة للرجل للمرأة علاش كتطلعي وكتبيني ديما الفخامة واللي كان عرف أنا وكان سمع أنك ما كتسانديش الناس باش يطلعوا القنوات ديالهم هربتي وخليتي الناس وكترجعي توريهم أنه إلا طلعتوا القنوات ها فين تخسروا فلوسكم صحيح أنك بينتلوا منك درتي الفيلا ودرتي الطموبيل الله يجعلهم خير وبركة عليك لكن خصكت بيني اليوم أنك أنت يا منين وصلتي عدرتي هاد شي وهاد شي لدرتي صفي سطوب بديت أرجعي البساطة أرجعي شوفي منين جيتي وشوفي منين أخرجتي يمكن أنت عندك واحد الماضي اللي كنتقدو بين ناس شخصية ديالك وانتي ما كتخرجيش تهدري وتتنقديهم ولا تحبسيهم طبعا عند حالتين اللي تقولوا الناس أنا سنقول لي تقولوا الناس لأنك ما كترضيش ترضي ما عندك باش ترضي لأن هاد الكلام اللي تقولوا عليك النصح أو لأنك ما بغيتش تترضي عليهم لأنه إلا رديتش عليهم تتحس براسك صغيرة وما عندك ما تقولي ما عندك ما يتقال المهم إحنا غادي نرجعو لتحضير ديال اليوم حضرنا وحضرنا حتى الملابس ديال الأم الأم اللي هي النفيسة ما يمكنش لنا نقولوا عنا ملابس داخلية وعنا فوات صحية وعنا ستيامات عيب هات شي باش كيخرجي تقال ملابس بيجامات راه ماشي بشرط لبسي 6 ديال بيجامات ولا 5 ديال بيجامات راه غير جوج ديال بيجامات لديتهم وتحت منهم الباقيين نخبيين أربعات بيجامات نذكر غير جوج ونقول نقدر نزيد راه حتى الملابس الأخرى الخاصة راه معروفة أن الإنسان أي مرة خارجة لو كتجمع شي حويج اللي هم ما خاصين فيها يعني يكون حتى الترتيب وحتى العرض وحتى الكلام وحتى الشرح ديال الحاجة يكون فيها واحد شوية ديال تحفظه ديال الحياق ما نبقوش نشرحوش يحويش اللي بغيينها غير باش نطولوا بيهم الكلام ونقول والله ما نستش حاجة لا نساي ولكن قولي فكريهم وقولي هلهم بواحد طريقة اللي كتخلي الناس يفهموها قل قم قم وننفهم خصوصا المغربرة ما بقوش مكلخين عيالات ورجالة وقناتك انتي كيتفرجوا فيها جاء الناس مؤطرين بها العريسة الجداد والعريسة القدام وباش تنضيوا تقولي راني انا نضيف راتشي مغربية ما نقلساش وما نضيفاش شهادة الدول العربية كاملة انا كان هنهدر على النساء دلعالم كامل لكن ميزة فيهم المغربية بالحمام ديلها بالنظافة ديل البيت ديلها بالترتيب ديل الزوج ديلها بالأبناء ديلها بتعليمهم بكل شي صحيح انك انتي كتقولي هاد الهدرو هي عيب باش تدقال لانك كأنك تعرضي واحد الكلام الناس لانه انتي ميزة على الناس مثلا انتي يقولولك انتي ملاجهة فيل ميسيو بخوبخ لا قسني نقول نضفوه وديروه وفعلوه بحال هادا لان احنا مغربيات وحنا نسوان وحنا هادا والمرأة من طبعارها مرأة حادقة وقلتلك خصوصا المرأة المغربية لا يعلع عليها في كل شي وخا تكون جاية من العربية ومع مرأة شافت المدينة اراك تمشي عندك تلقيها مصبنة غير الحويج ديلة ما تحتش تشريهم ومنضفهم ومجبدهم ما تحتش صلحهم وطاويةهم ونهارك تبغي تقلس مع العيالات ولا حاضرة شي حاجة يمينا بالله للمرأة العربية كتلبس حسن من المرأة ديال المدينة صحيح انها هي كتميز بعض الالوان اللي كتلبسهم قشقشين وهذا وإنما هاداك والنمط ديال المكان اللي هي فيه وكتبان انضف في هاداك العرض ديال العرس اللي معروضة فيه شوف الأخت الفضيلة صحيح قناسك كبيرة وبأسلوب غير ما فهمتش كيفاش هاد الأسلوب اللي كي يتيري الإعجاب ديال الناس بقي ما عايقينش هاد الناس بهاد الحركات اللي كتديري اللي كتعالي فيهم على الناس حاولي ما أمكن تواضعي ومشي مع الناس لأنك كيف كتد قولي أنتي بنت الشعب ولكن ركت تصرفي أنك ما غديش تكوني بنت الشعب صحيح أنك مغربية وما كت بحالك بحال المغربيات ما كتفوتيش شي مغربية بشي حاجة إلا الفهلة واللي عندك واللي ما بغيتيش تواضعي وتعرفي تلبسي قدك بشي واتيك زوين الفيديو اللي يدرتي وقلتي أنا كنوصي على بنياتي عندي رجل في الدنيا وجر في الأخرى إيه صحيح هذا كلام صحيح وإنما مني كتكون لمرأة حاملة من النهار كتعرف لمرأة حاملة وهي كتقول كيفاش غتكون هاد الفكاكة كيفاش يا ربي غتجيني هاد الفكاكة واش تجيني سهلا ولا لا والأغلب يا الله سبحانه وتعالى المرأة كيفكه واش فك ليهودية وننصرانية وما يفكش لمس الملكة تشهد بشهدت لا إله يا الله سيدنا محمد رس الله أكيد غد يفكك إلا إذا كان شي قدره الله وفعله في هادك المرأة وحنا كنتمنا وليك الفكاكة إن شاء الله وتولدي ذيك البنيتة اللي سميتها جنات وكانت منا وانا داك الاسم اللي جبتوه وحطيتو على ديك البنيتة باقي ما جاتش للدنيا فقرف هديك الجنة اللي سميتوا بها هديك البنس اللي غد طلبوا اسمحة من بزاف ديال الناس والأكترية الناس القرابي اللي يقوم وعرفوا أن الله حق وعرفوا أن غمضة العين كتجي يا بالنعاس يا بالموت وعرفوا أن في مسائل كنت تعيشوها في الحياة ديالنا هالمرض عمليات الولادة الأمراض رح كنكونوا فيها على وشك حافة ديال إنسان يمشي عند الله مرة واحدة نطلب اسمحة ونكون صغير وما نخليش الناس يبدوه هدروفية ويقولوا يا ذك الإنسان كبير قداش ما كتقولي أنا كنبغي نكون كبير باش ما تنزليش للمشاكيل ما تعيشيش في المشاكيل والإنسان اللي تيكون صغير وما كيكبرش هو الإنسان اللي ما كيعرفش يعتذر وما كيعرفش أنه عنده أخطاء وما كيعرفش الفرصة اللي جات عنده ويوقف يتسامح فيها ويخرج كيف ما هو عير وسب يخرج يعتذر كيف ما هو كيوجد شانطة وكيعرف أن الله سبحانه وتعالى يقدر يقبط الروح دياله في أي لحظة طبعا إحنا كنقوله الله يفقك على خير وهذا النقد اللي قلت ربما بزاف ديال الناس اللي غدي يشوفوا هاد القناة غدي يعجبهم وغدي أيدوني فيه أنا ما تنكرهكش ما كان عرفكش وإنما كان قد انتقد هدك الكلام اللي كتقولي وهدك الأفعال اللي كتديري وهدك الحركات اللي كتديري ماشي على ناسك أنا كان هدر على المتتبعين صفي تشرب خرجي بدي توري للناس شنو كيتدار بالبساطة وشنو كيتصنع بالبساطة ويكون واحد شوية ديالحياة والنظافة في العرض ديالكلام والعرض ديالأغراض اللي كتبينها لنا رح نعيينه رح عيينه من هاد المسخ هاده عيينه من الصيات المقذبات وعيينه من الكلام الفاحش وعيينه من خشيان الهضراء وعيينه من بزاف ديالحويج اللي ما كيفيدناش حتى الحاجة اللي كتبغي وديروها وكتكون فيها الفائدة إلي حللناها إحنا كمتتبعين أو صحاب قنوات مبزادئة أو كبيرة كالقونا فيها بزاف ديالأهداف الخيبة اللي ما كتسواش وما عندناش فيها مصلحة وأن هادك الإنسان مني ندير واحد لقاناك يتعالى رغدي يجي واحد نار وغدي يمشي وهاد القانوات اشنا هو ما صار نعاد نرجعه نقوله والله العظيمي لك كان غير تليبوتيك اللي ما داروش ما داروالو دابو دور واش تلقاه كل واحد عنده تليفون في الديه يعني هاد الشي رغدي يمشي لاجينا نشوفه هاد الشي اشنا هو السبب ديالو هدا السبب ديالو الإغراء الإنسان كي ولي مغرور بشي حويج كيتعالو بيه واش الإنسان مبقاوش باللي توقات عرضو على الناس شي حويج مبقاوش بغاو يقراوه بغاو يوصلو غيب القانوات لو كانت القاناة فيها إفادة الناس اللي كيتفرجوا غادي طول عمره لو لقانا فيها بزاف ديال الإغراءات اللي هي كتفسد الشخص وكيشوفها سهلة عندك اللي دار القاناة ديالو غرا غادي يمشي وغادي يفسد هو وغادي توقف هاد القاناة الله يجازك بخير انتي كم مؤتيرة عارفي كيفاش تقطري وبنظافة وببساطة غادي تبقى عندك المشاهدة وغادي تكبر ان شاء الله القاناة ديالك إلا لا غادي تبقى تنزل بحال بزاف ديال القانوات واللي كيطلع بسرعة كينزل بسرعة ونسعو الله السلامة وانتوما الخوت والخوتات غالبان الخوتات اللي كتفرجوا في القانوات خدوا غير الزوين والحاجة اللي ما زويناش كتبوا لها في الكومنتار حسينك كده كده ماشي تبارك الله عليك ايه قولوا لها تبارك الله عليك ولكن كتبوا لها لتحت راح حسينك تعالي علينا حسين هاد شي بزاف ومني غنجيبوه هاد شي ومني غنديرو هاد شي باش الانسان يعرف ننظف العرض العرض ماشي عيارضوا وانما العرض اللي ك يعرض فالقناة ديالى كنت منكم تكونوا وفهمatsächlich نحنا راح مشي حاسدين وانما حنا راح كان نبغيو نوريول الناس كيف شي في دونا احنا راح مشي حاقدين وانما احنا كان بغيو نوريول الناس كيف أش يعطيونا هذChe الحاجة ونستعملوها كانت منكم تكونوا فهمتم زيان شنو قلت ولكم جزيل الشكر وما تنسونيش باللايك إلا كنت كان هضر في الحق ولم كنت غير فضولية اكتبوا لي لداخل ديالتعليقات أنني أنا قلت الصح ولا قلت غير صح